عام استثنائي ينقضي ويطوي صفحات كانت مليئة بشتى الأحداث على الليبيين عام ثقيل بأعبائه الاقتصادية والاجتماعية والصحية فجائحة كورونا التي تصدرت العنوين طيلة أيام العام 2020 ألحقت أزمة زادت الطين بلا في بلد يعاني من ارتفاع نسب البطالة وتهالك البنية التحتية وغياب الدعم الحكومي هذا العام شهد انقطاعا للعصب الرئيس لليبيا النفط الذي يعد المورد الأكبر والرئيس لخزينة الدولة حيث يشكل نسبة 95% من إيرادات الدولة لكن التوزيع غير العادل لإيرادات النفط والذي حال دون أن يستفيد منه كل مواطن الليبي كان سببا لإيقاف الإنتاج وإغلاق الحقول والموانئ أغلقت في يناير لتعود وتعلن مؤسسة الوطنية للنفط في شهر أكتوبر الانتهاء الشامل للأغلاقات في كافة الحقول والموانئ الليبية وما لبثت أن عادت ليصبح إنتاج النفط الليبي يتجاوز المليون برميل يوميا فيما أظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي في طرابلس أن إجمالية الإيرادات النفطية والسيادية بلغ أربعة مليارات ومئتين وتسعة وثلاثين مليون دينار خلال أحد عشر شهرا من العام 2020 العام الذي حقق أيضا الحادث المنتظر لدى الليبيين وهو سعر موحد للدينار الليبي أمام الدولار في جميع أنحاء البلاد جاء أخيرا بأربعة دنانير وثمانمائة وأربعين درهما للدولار الواحد لكافة استعمالات النقد الأجنبي التجارية والحكومية والشخصية ثمرت اجتماع المصرف الليبي المركزي بكامل أعضائه لأول مرة منذ خمس سنوات فاجتماعات المسار الاقتصادية الليبي المنبثقة عن مؤتمر برلين الخاص بليبيا آلت بالمشاركين إلى استئناف مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي اجتماعاته المنتظمة على أن يتم توحد سعر الصرف بغية ضمان استقرار أكبر للعملة الليبية ومكافحة الفساد ووضع خطة مصرفية لعلاج الأزمة بطريقة تعيد بناء الثقة في القطاع المصرفي وتضمن سهولة الحصول على السيولة في عموم البلاد سعر ربما ليس منصفا مقارنة بمتوسط الدخل للرواتب ومشكلة السيولة التي أرقت المواطنين لكن لا شك أنه سيعكس تقدما للعملة الليبية فيما تستمر اجتماعات المسار الاقتصادية الليبي المنبثق عن مؤتمر برلين برعاية أممية آخرها عقد في سبتمبر بمدينة جينيفل السويسرية لمناقشة إدخال إصلاحات هامة وملحة في اقتصاد ليبيا وبالطبع لا يمكن المرور بأهم أحداث العام 2020 دون ذكر أزمة جائحة كوفيد-19 أموال طائلة روصدت لمواجهتها والاتصاد لها فالحكومة الليبية خصصت مبلغ 300 مليون دينار لمجابهة هذا الوباء بتوفير المستلزمات والمعدات اللازمة في المستشفيات ومراكز العزل أيضا أظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بترابلس حول أوجه الإرادة والإنفاق أن المجلس الرئاسي خصص أكثر من مليار دينار لمواجهة الجائحة منها 632 مليون دينار لصالح وزارة الصحة و50 مليون للبلديات والمجالس المحلية إلا أنه رغم المبالغ الضخمة المرصودة فقد وجد الشعب الليبي نفسه وحيدا في مواجهة الجائحة فالنظام الصحي يعاني انهيارا كاملا وتدنيا في مستوى الخدمات ونقصا في الأجهزة والمعدات والقدرات الطبية تطورات وأحداث اقتصادية كان لوقعها أثر على حياة المواطن الليبي الذي عانى لتسعة أعوام من أزمات ألقت به في طوابير مزدحمة أمام المصارف ريث ما تتوفر بها سيولة نقدية وساعات ينتظر بها عودة التيار الكهربائي وأحلام بالحصول على وظيفة أحداث عام يطوي أيامه على أمل أن يحمل عام 2021 معه بداية لانفراجة انتظرها الليبيون وتنتهي معه الأزمات الاقتصادية وتنخفض البطالة والتضخم والفقر ويعيش كل مواطن على التراب الليبي حياة كريمة